اجتماع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ودكتور رضح جازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حلو؟ طيب حصل ايه في الاجتماع؟ عشان احاول اوصل لك الفكرة الاجتماع ده تناول متابعة استراتيجية الدولة لتطوير التعليم الدولة حتى استراتيجية يعني ايه؟ حتى رؤية ما هيش مقترنة بمين الوزير النهاردة ومين الوزير بكرة ومين الوزير المبارح ده اللي كنا زمان نقعد نقوله اجماعة لما تشوف مثلا امريكا دولة المؤسسات تتغير الوجوه لكن الرؤية ثابتة هو ده هنا بقى بيوجه فخامة الرئيس باستكمال زي ما احنا عندنا رؤية وبنشتغل باستكمال مراحل تطوير نظام التعليم الاساسي كايه؟ نهج استراتيجي للدولة نبني بها الانسان ده نمرة واحد مع زيادة الاهتمام بتحسين بقى قليات التنفيذ علشان نوصل للهدف المنشود من اكتساب معرفة ومهارات لطلابنا فتبقى دي هي القيم الجديدة للتعلم لدى هذا المجتمع مجتمعنا المجتمع المصري فتبقى وكأنها أو هي بالفعل ثقافة نتخطى بها بقى المورسات القديمة اللي اختزلت التعليم أو اختزلت العملية التعليمية في ان انا هاخد الابتدائي هاخد الاعدادية هاخد السنوية العامة وبقى الهواء المنتقى هاخد البكاليريوس بتاعي يا سلام طب السؤال اتعلمت صح اتعلمت بالمظبوط يعني البكاليريوس بتاعك ده انت وصلك كم المعارف اللي المفروض توصلك كرجل حاصل على هذه الشهادة الجامعية فهو ده اللي مطلوب تبقى دي بقى الثقافة الجديدة اللي بنتخطى بها مورسات زمان انا عايز العالم تخلص تعلمها لا انا عايز العالم نجحة انا عايز العالم تعلمها انا عايز العالم عندها قدر عالي جدا من المعارفة والثقافة عايز الولاد اللي خارجين من الجامعة دول يبقوا زعل رأي الدكتور طاحصين مش مجرد حتى مثقفين خد بالك ان الدكتور طاحصين احلامه فين دور الجامعة مش انها تخرج لينا مثقف وانما تخرج لنا مثقف يضيف للثقافة بمفهومها الواسعة طيب فخامة الرئيس كمان وجه في نفس هذا السياق وفي ذاته وفي قلبه بالاهتمام بايه المحور المجتمعي المجتمع يتعامل منصات استبيان في مجال تطوير التعليم ونركز ده توجيه الرئيس على اكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين باعتبارهم هم الزخيرة الحقيقية للوطن هم القاطرة هي دي اللي تؤدي الى التقدم وجه الرئيس بانه عملية او عدم اقتصار عملية التصحيح الالكتروني الالكتروني ده في السنوية العامة على مقر مركزي واحد حلو؟ ده اللي حصل لكن الرئيس وجه بايه؟ قال لك يا جماعة احنا لازم نتوسع في انشاء مراكز فرعية على مستوى الجمهورية للتسهيل على المواطنين في المحافظات كلام سليم مية في المية هنا بقولك ايه؟ الدولة فعلا اتغيرت من 14 ل 22 التي تنتهي وانا اتمنى ان تنتهي معها كل ازمات العالم حقيقية مش هزارة يعني وانا كان ده الحلم الصعب انه يتحقق انه العالم يبقى علم حيعلم خالي من الازمات بنهاية 14 ل 22 لا ده في حاجات كتير بتتغير ومش بتتغير في الشكل يا بتتغير في المضامين